اعزائي المشاهدين اهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم قضايا واسراء من كل نهاية بتتولد بداية جديدة ويا رب دايما تكون حياتكم كلها بدايات جديدة وسعيدة حابة اقول لكم رسالة اسعوا دايما خلوا عندكم هدف وما تخلوش حياتكم تعدي منكم كده اسعوا احلموا اجتهدوا صبروا اه ما تقاسوش جربوا وفشلوا مش مشكلة اه الفشل مش عيقب هتوصلوا اكيد وان شاء الله مع كل بداية فيه وكل تجربة فيه خطوة جديدة فيه خبرة فيه اه معلومات فيه حياة جديدة ان شاء الله اه انا حابة اقول لكم ان دايما تكونوا واسقين بنفسكم اه ما تقبلوش بالقليل بل بالعكس انا عايزاكوا تكونوا واسقين بنفسكم لحد الغرور الغرور مش عيقب بس بشرط ان هو يكون غرور بناء هادف تكون واسق بنفسك انك تستحق دايما بالافضل وحابة ان انا في بداية حلقتي اوجه كلمة شكر لمؤسسة قلبي كبير تحت رئاسة الدكتور مجدي حنة مؤسسة قلبي كبير بتقوم على بتقوم بجولات ميدانية للمستشفيات والملاجئ والدار المسنين هما عندهم رسالة الرسالة دي بتسعى ان هما بيتعاملوا مع الانسانية عمتا ليس بينظروا للانسان حسب لونه او جنسه او ديانته بل مجرد الانسان فقط بغض النظر عن اي شيء ونتمنى لمؤسسة قلبي كبير مزيد من التفوق والنجاعة ونبدأ فكرات بالنمجنا ونرحب بضفتنا الجميلة الاستاذة مشيرة مصطفى اخصائي تربية خاصة وتعديل سلوكنا وارسينا في بالنمجنا قضايا واسراء دكتور النهاردة موضوع حلقتنا كيفية تعامل الاسرة مع سلوكيات الاطفال في البداية احنا عارفين ان الايجابية هي اكسير الحياة هي مهارة بنكتسبها عن طريق التعلم الموضوع كله بيندرك تحت طريقة التفكير وطريقة التصرف ازاي اقدر اوصل الطفل لانه هو يكون شخص ايجابي متفاعل مع البيئة المحيطة به هو في البداية طبعا ان اي طفل موجود في اي اسرة انا باعتبر ندون مسئولية جديدة جدا جدا على الام والقب بالتالي علشان يقدروا يوجهوا الطفل لأي حاجة ايجابية لازم يبتدوا بنفسهم الاول يعني لازم الاب والقب يبتدوا بنفسهم الاول في ان هما يكونوا ايجابيين في الحياة الطفل بيتعلم وبيقلد اول ناس هيقلدهم الطفل الاب والقب هي النواة الاولى للتعلم طبعا طبعا صح فلازم هما في البداية يكون هما الاساس ان هما ايجابيين تخيالي مثلا طفل شايف بابا وممته على طول سلبيين ما بياخدوش قرارات ايجابية في حياتهم بالتالي هيتعلم منهم ما بقى زيهم بالضبط لكن لو هم عندهم الناحية الايجابية عالية قوي فالطفل من هنا هيبتدوا يتعلم ازاي بي هو كمان ايجابي بتحديد كتير بقى سواء كان مع زميله في المدرسة مع اخواته في البيت مع بابا وممته مع جرانه مع اي حد هيبتدوا بالايجابية بس بشارط ان هو يكون رب الاسرة ايجابي لازم يكون الاساس ايجابي عشان هو يبتدوا يتعلم منه لكن هيكون فيه سلبية في البيت هيطلع نشأ سلبي يعني هيطلع النشأ نفسه سلبي مش قادر يبقى ايجابي او يعمل اي حاجة ايجابية في حياته هل يا دكتور طبعا كل طفل له مدخل خاص للدخول لشخصيته اه طبعا بتختلف من طفل الاخر يعني مش بنعمل طرق واساليب التعامل مع الاطفال على حدة لا كل طفل ده طريقة معاملة معينة حسب ايه بقى حسب الطفل ده ايه؟ حسب الطفل ده هو اللي بيديني انا اتعامل معه ازاي يعني انا لو لقيت طفل مثلا عنيد طفل عدواني شوية طفل سريع الغضب كل واحد من دول ليه طريقة ادخله بيها ما قدرش اعمل كل الاولاد او كل تعاملي مع الاولاد بشكل واحد فالمفروض الاب والام يعرفوا ده ان الاسف دي من ضمن المشاكل الكتيرة اللي بيقع فيها الاب والام ان هم كلهم ولادنا واحد كل المعاملة واحدة وهنا الخطأ الدارج ان ممكن الاب او الام بيقرنوا الطفل امامه كده يعني مثلا يقرنوه بزويه يقرنوه اقربه يقرنوه باصدقائه وده بيأثر بالسلب على شخصية الطفل نفس طبعا طبعا من ناحية نفسية بيأثر جميل جدا من ناحية نفسية عليه لازم يعرفوا قدرات كل طفل انا عندي ثلاث اطفال مثلا او طفلين فيه فروق فردية بين الطفل ده وما كلهم او اخوات بس فيه فروق كل طفل من دول عنده موهبة معينة عنده ملكة معينة فيه طفل ما عندوش خالص وانا عايزة اطلع لعنده وانا ميه فلازم انا العب على الحتة دي مفيش بقى ان انا اسيب او اعمل كله مرة واحدة هو كلهم بقى اولاد وكلهم يتعلمهم من بعضه لما يجبروا يعني الكلمة اللي بسمحها دايما لما يجبروا هيتعلم الزمن هيعلمهم طب انت دورك ايه ايه انا الابة او الامة هو كده بيبين انه هو من الجداية هو سلبي اه طبعا ما دي قمة السلبي فان انا مقدرتش قدي الابني الخطوة الاولى وقل له امشي عليها يعني اول خطوة في حياة الطفل ايه هي انا اتعلم من بابا وماما حاجات معينة هما بالدهاني فابتدي انا امشي عليها لكن ان انا اسيبه للدنيا هتعلمه والمدرسة بس اللي هتعلمه لا لازم يبقى فيه خطوات انا ابدأ بيها كأب وكأم طيب استاذة مشيرة في الدارة تعديل السلوك هو تغيير السلوك الغير مرغوب فيه تمام بطريقة منهجية للسلوك افضل ازاي اقدر اوصل او احصل على نتيجة مرغوبة من التعديل هو في البداية السلوك هو عبارة عن تصرف بيتصرفوا الطفل سواء كان التصرف دوا ممكن يكون تصرف لفظي يعني سلوك لفظي وسلوك غير لفظي فيه سلوك مكتسب يعني اكتسبوا من حد معين فبقى سلوك في الولد اكتسبوا من البيئة اللي هو عايش فيها سواء كانت المدرسة سواء كانت الاسرة فبيبتدي ان هو يتعلمه بموجود جواه وفيه سلوك مثلا نقول سلوك مردي ده برضو بيبقى حاجة متأصلة جوا الطفل ومش قادر ان هو يبعد عنها او يتخلى عنها فلازم يبقى فيه تدخل تدخل طبي كمان فيه مثلا سلوك عارض يعني بياخد وقت معينه وبيروح بيروح لوحده زي ما جيه لوحده جده بيروح لوحده يكون او بزرور الوقت او مع الوقت بيبتدي ان الايه السلوك ده وان هو يزول ازاي اعدل بقى السلوك اللي موجود عند الطفل ده بيرجع طبعا السلوك ده تعمل ازاي يعني بفيه فيه نقاط كده قبل ما اعدل السلوك هو الوقت اللي تعمل فيه السلوك ده كان ايه وايه هي الظروف اللي احاطط بان الولد يعني يطلع منه السلوك ده الحاجات دي كلها لو انا زبطتها في الاول هقدر بعد كده اقول الطفل ده يعني ببارس الاول للعوامل المحيطة بالطفل علشان اقدر اقايم السلوك لازم طبعا استأذن حضرتك فاصل وانتظرونا ومع الدكتورة مشيرة بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل مع بنمككم قضايا واسرار والاستاذة مشيرة مصطفى اخصائي تربية خاصة وتعديل السلوك اهلا بحضرتك مرة تانية هنكمل سؤالنا ازاي نقدر نحصل على نتائج ايجابية للتعديل زي ما قلت هو المفروض ان الاب والام هنا بيتعاملوا مع الاطفال او اولادهم كل واحد على حدة تمام كل واحد بيبقى ليه سلوك سلوك معين مثلا لو قلنا ان كل واحد ظهر عليه من الاطفال سلوك ما تمام فهنا الاب والام بيعرفة بتقابلهم مشكلة يعني يقفوا كده زي ما يكون فيه حجرة متعثرة قدامهم مش عارفين يتصرفوا فيها ازاي يئما يتعاملوا بتلقائية وممكن اوي التلقائية دي ما تقديش للنتيجة اللي احنا عوزانها فبيحصل صدام لكن انا لو عرفت كويس اوي السلوك ده زي ما قلت قبل كده اتعامل ليه زهر السلوك ده ايه سببه والعوامل اللي كانت محيطة بيه ايه اللي خليها تظهر قدرت اشوف النقاط دي وتعامل معها كويس هبتدي هنا اشوف ايه هي الطريقة المسلة بان انا ابتدي اعدل السلوك ده طيب استاذة مشيرة هو دلوقت لو انا مثلا الطفل عنده فرط حركة تمام وكثير الكلام اوكي هل اننا لو تجهلته هل ممكن ان انا في التجاهل يقدي النتيجة المرغوبة يعني مثلا هو بيتكلم كتير اوكي لكن هو باستمرار هل لو انا تجهلت التركيز عليه وان انا انبهه كل شوية اسكت 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 لا اسيبه مثلا خلاص اتكلم زي ما انت عايز انا مش هاتم بكلامك انا مش هاتم بالحوار بتاعك هل ده ممكن يؤدي للنتيجة ايجابية ام سلبية ولا انا اتناقش معي واخد واقدي معه في الحوار لا هو مش هيبقى فيها تناقش هي كل حكاية ان احنا هنعمل حكتين هيبقى فيه التجاهل ولكن مع حاجة التجاهل ده مع ايه التجاهل ده هيبقى مع اشغال الطفل انا عايزة يسكت عايزة يبطل حركة طب انا هشوف له بديل ما ينفعش اقول له كده اتطفل مهما ان كان طفل فانا اقول له اسكت اسكت وقعد قعد طب وبعد ما قعدت وسكت ايه اللي هيحصل لأ اشوف له بديل ما قولوش بقى قعد وبطل حركة وما تتكلمش لا خالص انا بابتجي ايه اشوفه اه ده بتحرك كتير ده بتتكلم كتير وفي حتة تتكلم كتير دي برضو انا عايز اقول له كل ام يعني اسمعي ابنك برضو بلاش حتة ان انا ايه مش فاضية لا يعني حاولي برضو اسمعيه شوية تدي له وقت شوية ولو زادت الموضوع يبقى زادا حده هو بقى مصمم يتكلم طول النهار لا ابتدي اشغله بقى اي حاجة مفيدة يعني انا مثلا لو قلت له في شغل البيت مثلا قلت له انت عليك المهمة دي اعمل هالي من اول الاخيرة ويبقى فيه بعد كده مدعم اقول تل عملت كزا كزا يبقى ايه مليت شغلت الطاقة الجامدة بتاعته دي كلها فحاجة مفيدة وكمان الولد هيستفيد باني فيه مدعم عايزة حط بلاس بقى كمان الرياضة انا بقول لكل ام وكل ابو بص الرياضة دي مهمة جدا الطفل هيفرق دقة جواها فحاجة ايجابية جدا ليه الرياضة نشوف الرياضة المناسبة لكل طفل تبين استأذن حضرت معنا اتصال تليفوني اهلا بيكي من معنا اهلا اهلا بيكي استاذة غريد اتفضل لو سمحت يا دكتورة انا دلوقتي عندي ابني عنده ثلاث سنين وعنده مشكلة ان هو اصلا كل حاجة بيعيط تاريخه وان هو عايز كل حاجة في وقت واحد وعشان هو اصلا تعبان تمام يعني هو عنده مشكلة اصلا في الامعاء وكده فكل عمل ثلاث عمليات فكل ده ممكن يكون ان هو تأثير مثلا بنجة او تأثير يعني كتير بيقولولي كذا ان هو عصبي جدا وان هو كل حاجة عايزها بقاله قد ايه عنده المشكلة دي بيعاني منها لأ هو تقريبا من يوم متولد من يوم الولادة هو عمل عملية من الولادة اه عمل عملية لعب الولادة على طول لأ ثمان شهور ومرة ثنوة شهرين واخر مرة الثنوة اللي فات يعني الثنوة اللي فات تمام طيب على ثنتين كان عمل ثلاث عمليات طيب الأستاذة مشيرة هترد على حضرتك وتبعينا شكرا بصي حضرتك هو البكاء بدون دعية بتقول من غير لازمة وهي مش عارفة ده ليه بتقول احتمال هي اللي بتقول ان احتمال يكون من العملية اللي عملها للامعاء يعني يكون تأثير بنج على ما سمعت ان تأثير بنج يكون اثر عليه يعني البنج بيأثر على ان هو يخليه عصبي او بيبكي لا يعني هو البنج وخصوصا ان هو في السن السوائي اصلا هو بقالها دي بقى دول بقاله فترة يعني بقاله فترة طويلة قوي بيعاية من الموضوع ده المسألة ايه لو فيها عيض بدون داعي خالص اول حاجة قبل ما الجأ لأي اخصائي بروح الاول للنحية الطبية عشان لو في حاجة عضوية يبقى بالزبط كده لازم من ناحية العضوية الاول نطمن عليها خلاص من ناحية العضوية سليمة ما فياش اي حاجة اذا اشوف البكاء بقى ايه يجي لي بقى خصائي تعديل السلوك هل هو سلوك يبقى هنبتدي نتعامل معاه والطفل اللي بيزن علشان عايز حاجة او بيعيط لمجرد الزن اه ما هو فيه لمجرد الزن وفيه لو عايز طلب ماما مش عايزة تنفذ الطلب ده دلوقتي فببتدي عايز كنوع من نوع اكبرها على انها تنفذ لي طلبي عن طريق ايه العياط بقى كتير والزن كتير واتلبي له طلبه ممكن تلبي له طلبه طبعا الام لو لبت طلبها خلاص ياه خلاص خلاص عارف نقطة انا عارف النقطة اول ما هو تقول لا على طول العياط والزن يشتغل فطبعا لو الناحية مش عضوية والناحية سلوكية ببتدي ان هو الولد باتفق معاه لو بطلت عياط هجيب لك كذا كذا وفعلا نجيب له حالة بسيطة انا هنا هنتبع سلوك الاتفاق اه زي مثلا نقدر نقول عقد اتفاق اه بين الطرفين ولازم طبعا الطرف الاقوى اللي هو الام انها تكون صدقة في تنفيذ الاتفاق لازم تنفذ الوعد ولازم تنفذ عشان يصق فيها بالضبط كده عشان يصق فيها فلازم لو هو بيزن او بيعاية قوي علشان حاجة معينة خلاص يعني اول حاجة طبعا ما لبلوش الا ما يسكت خالص تتفق معاه لو سكت هلبي لك الطلب بتاعك طب ما سكتش يفوضلي زن هنا بقى يبقى فيه تجاهل وممكن فيه حاجة حلوة برضو لو تجهلت هو طب ممكن لو هو عنده اخواته ولا حاجة سكتين ما بيعيطوش يبص عليهم يعني ابتدي قلبي بقى الاخواته اللي ما بيعيطوش وبيطلبوا الحاجة من غير اياط يعني هنا ممكن نتبع اسلوب النمزجة يعني ان هو بالزبط كده نموذج معاه ونموذج حي واقرب نموذج اخواته لو هما الا بقى لهم قلدوا وعياتهم كمان بس هنا نفرق بين المقارنة المقارنة بالسلبية ان انا مثلا اقارنه واقول له مثلا اخواتك افضل منك هنا لا هي مشاة قارن اه ما قارنش لكن انا مزج يعني المقارنة دي مرفوضة لان زي ما اتفقنا برضو قلنا في الاول ان فيه فروق فردية كل طفل حتى لو اخوات توائم لو توائم فيه فروق فردية بتحصل بينهم فتلاقي الطفل ده غيره طفل ده قولك ده بتوأم لا بس فيه فروق مش كل حد زي بعضه نهائي في اي حاجة خالص فهي بتبتدي هنا اتفق بطلت زن اديك كذا وتكون صدقة في النهيه هتنفذ الوعد ده بس طبعا لما يبطل العياط والبكاء فعلا من اهم الاسئلة اللي بتراود كل ام ابني طفل عنيد وكثير البكاء والعصبية ايه افضل طريقة للتعامل مع هذا الطفل العصبي اللي هو كثير البكاء اللي هو يعني كل طلباته ممكن عصبية ممكن اللي هما احيانا بيوصل بهم الامر ان هما الاغماء اه يعني فيه اطفال بيوصلوا الاغماء على الارض فعلا وممكن يخبط راسه في اي حاجة وليه اي نفسه ويقص غيره دي من اكثر الاسئلاء اللي بتراود كله زين تتعامل معي هو بس هو في البداية العند احنا كلنا عندنا صفة العند انا عندي صفة العند حضركتا عندك صفة العند كلنا عندنا الصفة دي الاطفال صفة العند عندهم اللي هو الاسرار على الشيء يعني العند هو ايه الاسرار على اتمام شيء معين انا عايزه هما بيكونوا مولودين بالعند دا لا بس إيه يعني مثلا لو قلنا الطفل اللي هو لسه رضيع خلاص فيه فيه أم تقول لي ده عنيد قوي حتى وهو مثلا بياكل أو لسه بياكل الببرون هو كل حكاية هو لما أصر أنه هو ياخد عصبي أنا نفستله لما تيجي الأم بعد كده الولد بقى مثلا فرضنا مثلا يسحاب الليل وعاوز يأكل وعاوز يأكل ويتقول له لأ خلاص أنا ديته الأول حتى الأولانية إن أنا ديته في الوقت ده فهو مززمه بقى نيتي تعبانة في الوقت ده تاني لما ييجي يطلب فهو بقى بيصر على ده يعني تعود بيكتسب ده يكتسب من هو في سن الرضاعة اسمه اكتساب سلوك مكتسب شوفي بقى من هو فيه كتير قوي ما بتوصل لهمش الحتة دي ولكن لأ الطفل الرضيع ممكن من هو طفل الرضيع يبتدي من هو يكتسب سلوكيات معينة بس الأم اللي تدهاله بس الأم هي اللي تديله الحكاية بس لما تيجي تمنع هو بقى عاوز يعني هو عايز في نفس الوقت من أخذ فيه قبل كده الوقت ده أنا مش فاضية فيه أو تعبانة أو مش قادرة لا هو مصر بقى ما انت ديتوني قبل كده طب الآن نحنا أنا مثلا يعني كل حد فينا ما يقدرش يسيطر على ظروف المحيطة الخارجية بالزبط تمام؟ لكن نقدر أن احنا نعدل من نفسنا نعدل من أسلوبنا نعدل من طريقة تفكيرنا نعدل من حياتنا تمام إيه هي الجوانب المضيئة اللي نركز عليها في شخصية الطفل علشان يكون طفل بناء؟ أول حاجة أنا بشوف قدرات ابني يعني أنا ابني دون مع هي من الصغر خلال؟ فبشوف قدراته اللي بتنمه قدامي مرحلة مرحلة وأحسن حاجة وأحسن سن السن الصغير لما بتدي أشوف عنده قدرات معينة موهبة معينة حاجة كويسة بدأ أنه هو تظهر عليه أنا أشوفها في ابني ما تجهلش بقى أبتدي أن أنا أخده بقى ونمي القدرات دي أبتدي أنميها بشكل إيجابي يروح أماكن معينة مثلا لو عنده موهبة رسم موسيقى رياضة أروح بقى الأماكن التابعة ليها وابتدي أن أنا أنامي ده أجيب في البيت لو أنا مش قادرة مثلا في الظروف اللي احنا فيها نخرج بولادنا دلوقتي لو قدرنا أن احنا نعمل ده في البيت دول هما بلاكسة يفرحوا جدا دول هما محبوسين معظم بالوقت فعايزين نطلعهم بقى من القصة وقدرتهم أو بقى أنا كأم أتعلم ده أنا لو عانت رسمة أو موسيقى أو رياضة وأنا أعلمه أحسن معلم لابني أكيد طبعا إن أنا أقدر واحدة على فهم شخصيته وهو عايز إيه أو حابب إيه أكتر أستاذة مشيرة إزاي الطفل اللي عنده اضطراب في التوحق ده تمام؟ إزاي الأسرة تتعامل مع الطفل المتوحدة؟ أولادنا أولاد الاسباشيال أو الأولاد زاوي الهمم أو الفئات الخاصة منهم فئة التواحد أو الأوتزم الفئة دي فئة خاصة جدا وأنا أعتبرها في حد ذاتي يعني فئة كده لها تعامل خاص غير حتى بقية الفئات يعني غير بقية فئات الاحتجاجات الخاصة التواحد ليه طريقة معينة في التعامل بتصدر منه سلوكيات كتير الأهل هنا ما بيعرفوش يتصرفوا معاه خالص يعني مثلا لو قلنا الطفل ده بيصرخ كتير جدا طيب لو طفل طبيعي بيصرخ وطفل توحد بيصرخ دغر ده خالص لأن طفل التواحد هنا عنده مشاكل حسية خاصة بالنحية الحسية عنده يعني مثلا هو ممكن يكون بيصرخ لأنه فيه أصوات تعباه هو عنده نحية الحسية مثلا السمعية مختلفة خالص عننا خالص يعني فيه أصوات معينة أو زبزبات أو ترددات أو طبقات معينة بتقدرتها على البصر كمان بتبقى برضه ضعيفة بل حسية نحية بصرية نحية سمعية نحية لمسية نحية حركية والتزوج كمان تمام واللمس أي نحية حسية مختلفة عننا خالص يعني الدرجات بتقل أو بتكثر أو بتقل حسب الحالة نفسها فلو تكلمنا بقى عن السلوك لازم بقى أعرف هنا عند التواحد طبقاء هو عنده مشاكل حسية يبقى سلوكه إن هو بيصرخ كتير ده ليه هل فيه حاجة سمعها مضيئة فبيبتجي الكش وبتدي يتنرفز أو يصرخ أو فيه حاجة أو عاوز يعبر هم مش عارفين يعبره خلي بالك من الموضوع ده يعني فيه مثلا بيبقى عاوز يصرخ زي اللي أم هتتعامل معي وهو أصلا مش عارف يعبر له يعني هي تفهمه زي الأخصائيين بقى أخصائي الاحتياجات الخاصة أو أخصائي توحد أو أخصائي تربية خاصة بيبتزي هنا يفهمها النقاط دي ويعلمها إزاي بيضرها في البيت تقدر أنها تتعامل مع ابنها أو بنتها اللي عندهم توحد يعني إحنا نقدر نقول أن التواحد مش مرض هو اضطراب سلوكي اضطراب نمائي بموجود يعني اضطراب في نمو الخلال العصبية بيؤدي إلى ضعف في إيه في التفاعل الاجتماعي مقدرواش يتفاعلوا اجتماعين زينا ده دايما تقلوهم منطوين على نفسهم شوية بيؤدي إلى عدم التواصل أو ضعف في التواصل اللفظي وغير اللفظي يعني مثلا تلاقيهم لأ في الكلام فيه تأخر في الكلام في الحركة سعاب يبقى فيه تأخر في الحركة في النواحي الاجتماعية كلها لقيهم فيه تأخر يعني دايما فيه بعد كده ما بيبقوش مندمجين يعني إحنا حتى كنا بالنادي في موضوع الدمج في المدارس وفي النوادي لكن هم عندهم حدة البعد كده ضد الطفل نفسه فإحنا كدورنا بقى نعمل إيه طب لو إحنا قمنا بدور إن إحنا عملنا عملية الإدماج مع الأطفال الأسوياء هل ده هيؤدي بنتيجة بأثر إيجابي على سلوك الطفل المتوحد؟ بصي رأيي شخصي في الموضوع الدمج إنه ولا هيحس بفروق فردين؟ لا هو القصة هنا إن فيه شخص يعني فئة تانية اللي هم الأسوياء ممكن هم كمان لأسوياء دول يبقوا فيه مش ينفروا هم ينضروا إنهما بيقلدوا فأنا عندي يعني الطفل التوحدي بيبقى ليه لازمات معينة ليه حركات معينة أصوات معينة طب هل الطفل العادي هيتقبل ده؟ هيتقبل أه هل الأم الطفل العادي هتتقبل ده؟ طيب بس إحنا كده برضو هندخل في دايرة إن إحنا هنخليه لوحده أو هنعجله لوحده لا مش لوحده فيه فئة معينة لو قلنا دمج إنه هو درجات التوحيد درجات ففيه درجة معينة للدرجة المتقدمة اللي تقدر إن هي تتفعل معلم آه ويكون عندها قابلة للتعلم تبقى موجودة في المدارس يعني بيكون موضوع الصراخ بقى والصوت العالي والحاجات اللي ممكن تأذي أطفال تانيين بتكون أقل بكتير جدا ممكن دول نقول دمج لكن الأطفال التانية هندمجهم برضو بس بطريقة تانية وبطرق تانية مختلفة زي مثلا؟ يعني مثلا إحنا لو عملنا لهم هو ليهم دور يعني لهم أماكن أقصوا دي يعني لكن إحنا مثلا لو فيه نقول إيه نوادي مع كل مجموعة مثلا من الحالات دي يبقى فيه مختص عشان يقدر يبقى موجود معاهم نعتذر ديء الوقت وهنضطر نختم الحلقة وفي نهاية حلقتي أنا حابة إن أنتوا تنتظروني في الحلقة القادمة هنناقش قضية مهمة جدا هتمس كل قلوبكم قضية الطفلة ملك الحسيني الطفلة ملك الحسيني هي طفلة لا تتجاوز عمرها 8 سنوات تعرضت للأسف لفقد بصرها نتيجة خطأ وإهمال طبي جسيم إن شاء الله في الحلقة القادمة هننتظر حضور ملك الحسيني معنا وكلنا بنتمنى لملك إن شاء الله حقها هيرجع لها وترجع لها ابتسامتها ويرجع لها الأمل في الحياة وكلنا بنتمنى لها الشفاء وإن شاء الله يا ملوكة كلنا بنتمنى لك الشفاء وإن شاء الله تكوني معنا في حلقة القادمة وبوعدك إن حقك هيرجع لك إن شاء الله من خلال برنامج قضية وأسرار انتظرونا في مزيد من القضايا ونتمنى لكم إن أنتم تكونوا استمتعتم بلقاءنا وإن شاء الله في لقاء متجدد ومن نختم اللقاء من رحب الأستاذة مشيرة مصطفى أخصائي تربية خاصة وتعديل السلوب نورتينا في بناني القضايا وأسرار شكرا